ايهاب جلال خلص ايهاب جلال اخر مطش ليه مباراة كوريا الجنوبية انا بقول لكم معلومات دلوقتي مش توقعات لا الاتحاد المصر و كرة القدم اتخذ قرارا قالت ايهاب جلال هيلعب مطش كوريا الجنوبية لانه ما كانش ينفع نروح ما نلعبش هذه المباراة وبالتالي ايهاب طالع في الطائرة الخاصة ويعود يخلص المطش ده هو اخر مباراة له كمدرب او مدير فني للمنتخب المصر و كرة القدم اذا ايهاب جلال انتهت علاقته بيه المنتخب انا بقول لكم قرارات و ليست توقعات هناك فرق كبير بقول لكم قرارات ده القرار الاولين اذا علاقة كابتن مع احترامنا ليه و رجل يعني ايهاب جلال و كل شيء يعني لطيف و ظريف و كله بس ما لوش علاقة بالمنتخب خلاص اسرع اقالة اقالة ايهاب جلال هي الاسرع يعني بعد مطش مطشين مش معانا خلاص القرار اتاخد مبارح زي بقول لحضراتكم كده ده رقم واحد البحث عن مدير فني اجنبي القرار التاني البحث عن مدير فني اجنبي باي رقم لانه منتخبنا يستحق ويجي المدير الفني لو عايز يسرح نص المنتخب ده اللي موجود يسرحه هيدلوا كل الصلاحيات يا جماعة منتخب محمد صلاح مش موجود ما فيش منتخب عشان نعرف بس اهمية محمد صلاح ومحمد صلاح كان زهقان لي ايه عشان نعرف الناس كانوا بيكلموا على صلاح صلاح كان بيلعب مع ناس يعني عرفتش تلعب كورة معظم معظم في ناس في المنتخب مش هتلاقوها في المنتخب في ناس في المنتخب بعد كده هتلاقوها مش موجودة معانا في ناس يا جماعة بطة الكورة من سبع تامن سنين موجودة وبتلعب معرفش على ايه بيجملوا في مجملات ليه ليه بتجملوا على عساب الميت مليون هناك مجملات وعشان كده يتم دفع هذا التمن هيتفعه التمن طيب التاني ايه البحث عن مدير فني من اي مكان ايا كان هياخد كام اعادة تجديد دماء المنتخب الوطني لكورة القدم مصر تستحق لا يمكن ابدا دا يكون منتخبنا لا يمكن ابدا حارة الدم اللي احنا عايشينا من يوم الخميس لحد النهاردة لا يمكن ولا يجوز ولا يصح رقم اثنين او رقم ثلاثة تكليف كابتن حازم امام كابتن محمد بركات البحث عن مدير فني اجنبي جديد رقم ثلاثة رقم ثلاثة ان يكون هناك خبيرا اجنبيا للتحكيم